وهنا الحقيقة أنا حابة أبتدي الحلقة بالكلام على الضغط لأنه حالة الضغط الشديدة جداً المستمرة واللي ما زالت مستمرة لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها وهم نوعين من الضغط عشان يكون كلامي أكثر دقة وأكثر تحديداً الضغط الإعلامي وده ماشي في سياق الهجوم على نادي الأهل ومحاولة تصدير فكرة إنه الأهلي في أسوأ حالاته وده مش حقيقي على فكرة يعني فكرة إنه الأهلي في أسوأ حالاته ده كلام غير دقيق على الإطلاق والعكس يمكن يكون عندنا بعض الكبوات لكن في النهاية الأهلي ورجالة الأهلي وقف على رجلها وإذا كان فيه إخفاق في مباراة بيرامدس ده مش معناه نهيار الفريق وراهن بشكل كبير جداً على استعادة الروح في مباراة الزمالك لأنه زي ما أنا شايف وزي ما أنا وصلني الرجالة واللعيبة والنجوم مركزين بشكل كبير جداً نمرة اتنين واللي ممكن أعكد عليه أنه الزمالك ممكن يكون في حال أسوأ بكتير جداً من نادي الأهلي ومعاناة الزمالك ظهرة حتى وإن كان بيفوز في مطشاطه أو في مبارياته في الدولة وده نتكلم عليه بالتفصيل النهاردة في تحليلنا للمواجهة المنتظرة إن شاء الله ما بين الأهلي والزمالك اللي جاية الضغط الإعلامي شديد جداً ومازالت تصريحات كتيرة جداً بتقول أو بتتكلم في فكرة أنه الزمالك حسم المباراة من قبل المبرامة تبتدي وناس كتيرة جداً أعلنت التحدي وأعلنت عن ده بشكل واضح وصريح ده في وسائل إعلام من ناحية تانية فيه استهداف كبير جداً لعدد من خلينا أقول الأعمدة الرئيسية لأنه كل لعبة النادي الأهلي بالنسبة لي نجوم كل واحد لابس تيشرت النادي الأهلي بالنسبة لي نجم كبير جداً وإمكانياته تؤهلوا الحقيقة أن يشيل مسؤولية التيشرت دي لكن الحقيقة فيه يعني بعض الأسماء أنا باعتبرهم أعمدة أساسية مهمة جداً وخصوصاً في المواجهات الكبيرة اللي من نوع نهائي الكاس في مواجهة الزمالك منهم علي معلول الحقيقة يمكن فيه هجمة شرسة عليه في الأيام الأخيرة بتحاول أنها تنال منه أعتقد أنه يعني اللعيبة الكبيرة اللعيبة أصحاب الخبرات زي علي معلول زي الشناوي زي السلية ودول يمكن يكونوا أبرز الأسماء يعني فيه هجوم أو فيه استهداف كبير جداً ليهم والحالتهم المعنوية أعتقد يقدروا بشكل كبير وكل اللعبة النادي الأهلي تقدر تتعامل مع حالة الهجوم وحالة التربص وحالة الاستهداف الإعلامي دي بأنها تحولها لنوع من أنواع الدوافع أو تجدد بها الدوافع عشان تثبت للناس كلها أنه الأهلي كبير وهيفضل كبير النوع الثاني من الضغط الحقيقة هو الضغط الجماهيري وإذا كنت تسق في رأيه لو الجزء بسيط يعني أنا شايف أنه مش بس قبل مبارات الزمالك ومش بس بعد مبارات بيلمس لأنه الموسم ده هيبقى هيظل صعب جدا علينا لكن في النهاية أنا شايف أنه الضغط الجماهيري لن يجدي نفعه يعني خلينا نتفق كده أنه الموسم ده هنحاول أن إحنا ندعم فيه فرقتنا أو دي وجهة نظر المتعضة ليك أنك تقبلها وليك أنك ترفضها طبعا وتعترض عليها ليك مطلق الحرية لكن خلينا أترحى لحضراتكم إحنا بنعدي بثلاث مواسم في منطقة صعوبة وأعتقد أنتم مدركين والنهاردة بسمع تصريحات لأكتر من مدير فني في أندية بتلعب في الدوري المصري بيشتكوا من طول الموسم وبيشتكوا من حالة الإرهاق الشديدة جدا اللي بيتعرض لها لعبتهم وفي بعض المديرين الفنين اللي قالوا أنه اللي بيحصل في الدوري المصري ده انتحار بكلمكم على أندية بتنافس على المستوى المحلي فقط لغير بكلمكم على أندية ما لعبتش في بطولات أفريقيا وحتى الأندية اللي لعبت في بطولات أفريقيا خرجت من دور المجموعات وبكلمكم على أندية ما سفرتش ولعبت في بطولة كاس العالم ولا سفرت ولعبت في بطولات سوبر إفريقي فما بالحضراتكم أنا مش محتاج أتكلم في ده لأن الكلام ده قوتل أباحسن طبعا بس أنا بقول لحضراتكم وجهة النظر إيه أنه الضغط الشديد على لعبتنا وانتقادهم المستمر والهجوم عليهم ازعل حقك تزعل وأنا بازعل لما فارين نادي الأهلي بيخسر أكيد طبعا حبنا وانتمعنا هيترجم لحالة زعل لكن حالة الغضب حالة أنك أنت تبقى واحد من الأدوات اللي بتستهدف فرقتك في مشوار لسه ممتد وصعب ومشوار ما زلنا حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها متمسكين بأمل التتويج في بطولة الكاس القديم والكاس الجديد وبطولة الدوري لا أعتقد أنه هو من الحكمة ولا من العقل ولا من المنطق في شيء أنه إحنا كمان نبقى أداة بتحاول أنها توقع فرقتنا فأرجوكم أرجوكم مش بس عشان مباراة الكاس أو مباراة نهاية الكاس مع الزمالك لكن على مدار الموسم ده واللعيبة استحملت مالة طاقة لبشر به يعني الحقيقة اللعيبة دي عملوا مجهود خارق فوق قدرات البشر وأعتقد أن حالة المعاناة اللي وصلوا لها تخلينا نحاول أن احنا نسند بدل من وقع يمكن حصل بشكل كبير مبرح يعني أنا حسد ده أن فيه تغير بشكل كبير جدا والجماهير ابتدت تبقى وعية لحالة الاستهداف دي ويمكن معلول تحديدا ان برح السوشال ميديا كان فيه حالة دعم كبيرة جدا لنجم النادي الأهلي واحد من النجوم التاريخية خدوا بالكم احنا مش بنتكلم على نجمة بس في المرحلة الحالية معلول تقدر تحطوا من أهم النجوم أو اللعيبة المحترفة اللي جات على مدار تاريخ لغاية آخر اللحظة ودي الروح اللي احنا دايما متعودينها من جماهير نادي الأهلي العظيمة اللي كانت بتروج الاستهد في اللحظة اللي بتستقبل فيها الشباك النادي الأهلي هدف عشان تقوم فرقتها من جديد احنا في ظروف مشابهة لدي وان كان الجمهور مش قادر يكون موجود في المدرجات ويعبر عن ده فنقدر نعمل الحالة دي كويس قوي على السوشال ميديا شكرا